سكان منطقة العيداروس بمدينة عدن وبعض الأحياء في دار سعد يعانون أزمة مياه خانقة منذ أكثر من خمسة أشهر لذا يلجأون لجلب المياه فوق رؤوسهم أو بواسطة الحمير محمد مواطن يسكن في جبل الفرس يقوم بجلب المياه على ظهر خماره من صهارج عدن وأماكن أخرى بعيدة تصل المسافة التي يقطعها أحيانا للحصول على الماء إلى نحو ساعات ما يوجد معنا مي يعني نطلع على الماء بالحمار إذا ما يوجد معنا حمار ما يطلع عشي المي مكان بعيد ما يطلع عشي البابور لما عندنا ولا يطلع عندنا المي ونعاني معانا قاسية في المياه وأشتريت حمار بمبلغ 40 ألف ريال حتى نروح ندقي بالمي وأحيانا قبل ما أشتري الحمار يعني كنا نجيب الزفة بألف ريال أربع دباب وكم نطلع على هذه الحال نستغرق باليوم ثلاثة أو أربع نقلات يعني والنقل واحدة ساعة من المي هنا إذا ما فيش هنا نروح الهداء تحت بعيد تقلل ساعة ونصف أزمة المياه وانقطاعها في بعض أحياء المدينة باتت تشكل هاجس قلق لدى المواطنين خاصة وسكان منطقة كريتر ودرسعد يناشدون الجهات المختصة والمعنية منذ شهرين دون جدوى فيما لا يزال المواطنون يأملون قيام الجهات المعنية بدورها في التخفيف من حجم المعاناة وتوفير الخدمات الضرورية زي نحن ما عندناش حمير نوجد المي نجيب على أكتف أولادنا ولا بالفلوس أول كان المي متواجد بمنطقة الفورس أما الآن نقصى المي كتير تعبنا وتعبوا أولادنا وبناتنا زي منتوا طرعتوا شفتوا ياريت إن الحكومة ننظر لنا بعين الرحمة كل شي غالي وأزمة الماء عندنا من قطعي قدنا الدرقة ما تخيرها منطقة البوميس يعني تعاني من شحة المياه بالخالص تقريبا مدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات نحن نعاني من الماء وذهبنا إلى ندير المياه وإلى المحافظة ولكن لا قدوة نحن نطالب الحكومة والسلطة المحلية لفت عين النظر والرحمة من معاناة الناس عدن العاصمة المؤقتة للبلاد تعاني جملة من الأزمات الاقتصادية والخدمية ويعيش سكان المدينة أوضاعا صعبة نتيجة غياب الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات فضلا عن انعدام الأمن وتفشي الأمراض والأوبئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر